القضية تتعدى حجم الأموال المطلوبة للإعمار إلى حاجة العراق إلى تعاون دولي حقيقي لتثبيت مرحلة السلم الاجتماعي الهش الذي يشهده اليوم وهي ما زالت قابلة لنقوص في أي لحظة إذا ما تخلى العالم عن تعاهداته التي عكستها جلسات الكويت ليس ماليا فقط بل أمنيا وسياسيا أيضا داخليا ليس مستغربا أن تستخدم القوى التي ترسم خريطة مواقفها من كل القضايا على أساس الدعاية الانتخابية للضرورات الوطنية كل الوسائل لمنع تحول مؤتمر الكويت إلى مادة انتخابية لحيدر العبادي فهل سيقدم العراق تطمينات كافية لتهديئة مخاوف المستثمرين الدوليين حول بيئة الفساد الطاردة؟ استمع العبادي الذي قال أخيرا إنه سيستخدم آليات جديدة لمراقبة الأموال إلى هذا السؤال كثيرا في عدد من المؤتمرات والزيارات التي قام بها ومن ضمن ذلك تفصيل حول استمرار ميليشيات الأحزاب في الضغط على الشركات العاملة في العراق ترجمة نانسي قنقر